أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عودة فران جارسيا لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من فريق رايو فاليكانو لتدعم الميرنغا استعداداً للموسم الجديد 2023 إلى 2024. وذكر نادي ريال مدريد في بيانه عبر موقعه الرسمي، اتفق ريال مدريد ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران جارسيا، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة. وأضاف البيان أنتم فران جارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2013، حيث وصل إليها في سن 14 عاماً فقط واستمر حتى 2020. لعب موسمين في الردي في كاستيا، وجاء ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول في 2018. وواصل بيان ريال مدريد أنه سيقام حفل تقديم فران بيرسيا كلاعب جديد في ريال مدريد يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو الساعة الثانية عشر ظهراً في سيوداد ريال مدريد. بعد ذلك، سيعقد اللاعب مؤتمراً صحفياً. وبدوره قال مارتين بريسا رئيس نادي رايو فاليكانو أن جارسيا أنهى بالفعل اتفاقه للعودة إلى ريال مدريد، وكذلك مسؤول النادي، خاصة أن النادي الملكي تحرك بشكل مكثف بعد إصابة فرلاند ميند الأخيرة. وبحسب بند إعادة الشراء في عقد اللاعب الذي تم بيعه من خلاله إلى رايو فاليكانو، سيدفع نادي ريال مدريد خمس ملايين يورو لإعادة فران جارسيا إلى صفوفه. ترجمة نانسي قنقر